أنا سعيد جداً أن يكون من ضمن المرشحين هذا الحال فوز بالنسبة لي وفي الآخر تصويت الناس يعني هو اللي يحدد مين اللي بيأخذ الجاهزة كلهم حلوين وكلنا حلوين إن شاء الله وكلنا إن شاء الله نستحك وكنت هيك تتوقع بزمن ما مش بعيد كتير إنك أنت هيك تكون عم تستلم جائزة بها الثقل وبها الهيك الرونق وال عالمية جائزة عالمية كبيرة ورحبوا فيها شخصيات عالمية هيك أنت تتوقع أنك تكون على أرض المملكة عم تستلم هيك جائزة اليوم أنت عم تستقبل الفنانين اللي عندك لا أبداً يعني أنا ما جاء في بالي الأمانة أنا حتى لما رشحوني للجائزة وجاني الخبر يعني يعني أنصدمت للأمانة بس في نفس الوقت جاني شعور أن كل يوم المسؤولية تزيد هي ما رح تنقص لكن الشعور كان جداً جميل أنا جداً سعيد صراحة أشكر الناس اللي اللي رشحوني أني أكون من الناس اللي يعني ممكن يأخذون الجائزة فالجائزة أنا قاعد أقول الجائزة كل شوي ما أعرف لين والله أنت تستاهل يا عبدالس والله تستاهل الجائزة جاهزة إن شاء الله جاهزت لك الجائزة إن شاء الله يا رب وأنت على يعني على اطلاع أو بتلاحق إنك تعرف مدام هني اختاروك الناس محبيينك متابعينك مستمعينك أنت بتتابعه وبتعرف أو بتحب تتقصه تعرف شو نوعية هيدا الجمهور يلي أنت بتستقبه بتعرف في نوعيات كتير بالخليج على وأنتو هيك بأطيافكم الحلوة بمختلف أنواع تقديم المسيقى والأغاني حب تعرف أنا يعني للأمانة أنا حب أو دوري أنا كعبد العزيز أحب أن أوصل الأغنية الخليجية الأقطاب أكثر الناس أكثر أحاول وهذا يمكن ملاحظ علي خصوصا الناس اللي تسمعني أنا حاول أعمل مزيج بين الموسيقى الشرقية والخليجية تحديدا مع الموسيقى العالمية